موسيقى 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 هاي لكي المشاهدين ألايف مكملين معكم بفقرة لفنستال واليوم معي المهندسة ديالة مع ورح نحكي عن داونسايزنج أو تقليص حجم المنازل ونفسر أكتر هو كيف كنا نعيش بمساحات كتير كبيرة واليوم عم نقدر ننتقل ونعيش ببيوت وبمساحات صغيرة ويكون فيها كل شي نحن بحاجة لقلو شو هنالتفاصيل رح نعرفون هلأ هاي ديال هاي طالب ايام زمان كنا نعيش ببيوت مساحات كتير كبيرة وكان دارج أنه البات يكون كبير 600 700 متر وكانت تكون العيال كمانة كبيرة اليوم بتحس أنه شوية عم بيكون في داونسايزنج أو تقليص لحجم البيوت اللي هو أنه يعيشوا بمساحة شوية أصغر ومع بيكون يمكن العائلة بقى كبيرة قد أول خبريني أكتر كيف عم بتصير هالشغلة اليوم ليش كل شي تغير مزبوط طاميلا هو مع الوقت كنا متما قلتي كنا نقعد ببيوت 700 500 أو 700 متر مع الوقت وهي الأشتكتوري هي يعني طريقة عيش وطريقة عيشنا تغير مع الوقت سو هلأ صلنا منزل 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 منيح يعني للمية متر أو مية وعشرين متر اللي متما قلتي العيال بطلية كبيرة يعني اللي كان جيب أربع خمسة أولاد صار جيب ولد أو اتنين أو تلاتة ماكسيموم سو عايزين تو بيدرومس أو ثري بيدرومس سو هيدا بتكون أسال انطور من مية إلى مية وعشرين متر أوكي هلأ عم نشوف بسورة كمان بس هيك إجزامبل صغير إنه البيت كيف كان كبير وكيف هلأ صار البيت صغير مزبوط أوكي أول ما قلناه للعامل الأول إنه العيال أول شيء أصلا عم تصغر بابا عم بيكون فيه ولاد قد أول ما عم بيكون في نسبة عيال كبيرة بتجتمع مع بعضها فاليوم عم بيقدروا يأمنوا كل شيء بالحجم البيت الصغير يعني اليوم عم بيقدروا يكونوا الحجم البيت اللي كان الكتير كبير عم بيكون صغير عم بيكون كل شيء مأمن؟ طبعاً هو باميلا كمانا من الأسباب الرئيسية غير أنه صغير عم تظهروا العيال هو الفاينانشل بارت يعني اليوم البيت الكبير أنت بديك تصرف كتير عليه بين طاقة يعني كهرباء تبريد تدفئة ماء هي فاينانشل أكثر فاينانشل هي هيدا كن الأساس فاينانشل ومع الوقت كمان العيال الصغير بس بالفاينانشل بارت مش يعني إذا نقلنا على شيء صغير ما يكون لقجير البيت بس صار الانترتيان أقل إذا بديك خادمتين ثلاثة بودشيكي بلا خادمة صحيحة 200 متر أو 120 متر والأغترتيان يعني كماي ومثل ما قلت لك كطاقة صارت كمان عم بتكون أخف وأخف أخف على اللي عم بيخدوا البيت يعني هلأ بتحس أنه كانوا بالأول يكونوا بيوت لحالة هلأ صارت عم بتكون يمكن بناية في أكتر من شقة أو أبارتمنت أبارتمنت صغار وعم بيعيشوا العيال وكمتر مربع أنه عم بيخدوا أقل أكيد يعني صار أرخص أكيد يعني بطلنا بحاجة لهيدا الشيء الكبير اللي حسنا عم نقول عنه صار فينا نتعايش بشيء هالأد صغير صح وفي شغلة باميلا كمانا الولاد عم بيكبروا تبريكين نوصل أهل قاعدين مع أولادهم ببيت كمان أربعمية وخمسمائة متر صاروا بيلاقوا حالهم وحدهم يتجوزوا يسفروا يهدسوا منهم عايزين كل هال كل هالسبيس كمانا يعني اليوم حتى الولاد يعني صار في عنا هالشغلة أنه عم بيخلصوا جامعة بيروحوا بيسفروا لبرة مثل ما قالت يعني عم بيكون فيه منهم بحاجة لهالأد بيعدوا ببيوت صغيرة بيعدوا ببيوت صغيرة حسنا ببلاد برة كلها معروفة البيوت والأبارتمنت الصغيرة اللي بيعيشوا فيها كانوا مرتحين نحن بس كنا معوادين على هالبيوت القديمة بس هي البيوت القديمة بيضل فيها قيمة بيضلها حلوة موضبوط يعني حتى لليوم بالصغير فيه ضلوا فيه عندك طبعا عندي كيب البيت الكبير مثلا سقف العالي تكون شريح البيت يعني منوير الألوان الفاتحة إذا فيه صورة حالا عم تقتع مانا صورة مثلا هذا بيت صغير وان بادروم بس فيه كل شي كومباكت فيه كل شي صحيح نحسيش بيبيك كبار يعني منوير بتحسي أنه قدرت تجمع كل شيء بمحل مضبوب مانيك بحاجة بقى لهالسبيس الكتير كبير لتحط كل شيء بتلاقي أنه كل شيء محطوط وهذا نفسية بترتاح فيها يعني نفسيتك أنت بس تقعد ببيت كله مضبضب وكله مصفصف بترتاح رفسيتك وما يكون فيه ألوان يكون فيه ألوان أقل وحتى اليوم المسافة يعني السباس صغيرة فيها تكون فيها لقجري يعني مش إذا قلنا سباس صغيرة يعني هذا الشي بيكون أبارتمن صغير فيه بالأكيد هذا شغل الانتيريور بيكون مظبوط يعني فيه يشتغل أوتوميشون بالكهرباء فيه يشتغل إيكولوجيك يعني فيه يكون فلور هيتينغ ما يكون بقى نشوف رادياترات بالحيطان نستعمل يخذ محال يخذ محال فيه كذا شغلة باللوكس فينا نستعملون وليس بس بالبيوت بالأوفيسز كمان لأن الأوفيسز كمان عم بي كانوا يخذوا محلات أكبر أو بنيات أو هيدا صاروا هلأ بيشتغلوا يعني هون كمان دور الاركيتكتشر بتتلعب دور كهندسة بالأساس يعني على الخريطة على الماب كيف اليوم الداونسايزين عم تقدر تخلق بيس بيس صغير كل شيء أنت بيعايز لقلو بقصص يمكن هيدن بشلف بمثل ما قلت مثلا إذا حتيت فلور هيتينغ ما إنيك بحاجة لرадиاتر إذا حتيت إيسي سنترال وطلت بحاجة إنيك تحتي إيسيات كبيرة يعني كله بتحس العالم شوي صارت عم ترتاح بس بيس صغيرة أكيد أكيد لأنه أول شيء إذا عائلة صغيرة بيقضوا مع بعض مش كل واحد بقلتوا بتحسي في الثلاثين صاروا بيجتمعوا بسالون يعني السالون اللي هو الريسابشن آريا اللي كلهم بيجتمعوا فيه صاروا مبطلوا قدت قعدة قدت القعدة بتحسي صارت يمكن أكتر للمناسبات إذا عاملة عزيمة بتعزميهم على سقوة الصفرة بدي أقول مش سقوة القعدة اليوم العيال كلها صارت تجتمع يمكن بالمطبخ في عنديك سبايس صغير بيقعدوا فيتكون أوبن كيتشن كمانا يكون في انتراكشن اللي عم بيطبوخ أو إذا جيب شاف أو إذا أنت مع أصحابك تس نايس الانتراكشن عم ملاحظ هيدا الشغن هذا كله من المطد فيه يعني نحنا يعني هلأ صار تقارب أكتر مزبوط تقارب أكتر بس العيال اللي ممكن ما عم بتجتمع قد أول يعني بالأول بتحس بديك بات كبير لأنه كانت العيال كلها بتجتمع العائلة الإخوة والقرائب والولاد فكانت العائلة تكون كتير كبيرة بتحس بديك مساحة أنه يجتمع كلها اليوم كله مثل ما قلنا مسافر العيال عم بتكون أصغر نسبة الأولاد ما عم بتكون كبيرة يعني قبل أربع خمس أولاد هلأ ولد ولدين ماكسيم مم بقولولك أنه أكتر فكمان هولي كلهم العوامل طبعا دايلي لايف لايفسيل بتأثر على هيدا الشي صح كأنتيرير وكأركيتاك قديش هيدا الشي الشغل مع بعضه لازم يكون أموجان ويكون في بالنس لتقدر توصل إلى المتجل مصبوط هذا بتقول مش إذا عمنا داونسايزينج أو إذا كنا ببيت صغير مش يعني ما رح يكون حلو وما رح يكون مريح وما رح يكون لقجري لو مثل ما قتلك بالألوان لحط مريح مثلا بيعطي رفلكشن لكل شي بدي أسألك نت شو هنا التبس نت شو هنا التبس مريح مريح الفرش بدي يكون لايت أكتر كله مطبوب الحيطان في تحين سقف عالي لا مش كلهم عندهم كمان لقجري يكون عندهم سقف عالي حسب البنية اللي عايشين فيها حسب البنية مثلا بأوروبا ببريس ميلي السقف عالي السقف عالي ما بتحسي حالك قاعدة بمحل مخنوقة تحسي أنه قادرة هل قد السقف بي بيأثر على المساحة والإنارة أكيد الإنارة مع أنه عم بيلجأوا شوي أكتر للدمدلايت هالفترة بتحسي ما كتير عم بيحبوا تضول أول بقى بالبيوت أنا هيك عم بأحس بورم لايت خفيف عم بيكلوا شوي على الديلايت بنهار مزبوط وبالليل ما عم بيحبوا بقى هل قد يضو مثل ما يقولوا يشعشوا البيت إيه انديراكت بدل يكون الضو مش انديراكت عليك بدل يكون انديراكت لايت أوكي وأكيد ما لازم يكون في كتير باترنز وأساس ملوانات أكيد عم نحكي بي سعزة صغيرة اليوم لما نحكي نقول أنه بيت صغير أو سباة صغيرة لأي مساحة بتوصل لكي تواحد يعني بعد ما كتير بقى نحن كلبنانية أو كعرب إذا بدك فينا نعيش أقل من 100 متر I think so 100 متر لهلا منيح بحيث average is good 90 متر is good باركي مع الوقت منصير مثل أوروبا ما قعد بـ 50 متر يعني أو 30 متر كل شي عم بتغير كل شي عم بتغير الحياة عم بتغير ولا يفصل عم بتغير أكيد هذا كل شي بيأثر على البيوت لأنه بالنهاية البيت هو وين نحن قاعدين فيه وضروري يكون مامنين لحالنا لسبيس المريحة والزان لألنا ولعائلتنا ديا تانكيو كتير لوجودك معنا هون تقصص صغير اعطيناه نياها للمشاهدين كرميل يستفيدوا من هذا الموضوع مشاهدينا هذا كانت فكرت لبنستايل لليوم نحن رح نروح بريك صغير ونكمل تانك